الأصل الثالث من الأصول الثالثة السؤال الثالث اللي تسأل عنه في قبرك ما النبيك إجيبازو كااقطة بازغو مجيوري مقبري كااقاتة وبازغو مييه ننغا يعوي تقول هو محمد علي السلام و رفوقتي محمد إماني من يشيني ابن عبد الله ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن هاشم و هاشم من قريش هاشم كبيرو في مقوقوف قبقى قريش و قريش من العرب العرب من ذريك إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى النبي أفضل الصلاة والسلام له من العمر ثلاثة وستون سنة أربعون قبل النبوة ثلاثة وعشرون نبيا ورسولا هو نبي ورسول إلى ماذا يدعو؟ يدعو للتوحيد إفراد الله سبحانه وتعالى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وينهى عن الشرب أعطى أن أعطى الله سبحانه وتعالى إلى من بعث بعث إلى الثقلين الجن والإنس ما معنى هذا؟ أن الذي يعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ إليه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كفر أكبر كان من كان يهودي نصراني مجوسي بودي نعم ماذا يتبع ومعون بالنبي صلى الله عليه و سلم أن يتبع بموسى وعيسى أن متى بعث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد لأتباع موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدين والله الحمد كم لا يستطيع أحد أن يبتدع شيئا في دين النبي عليه الصلاة والسلام أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام الذي يجيز الله الرحمن الذي يجب أن يكون أخذ مكة ولد في مكة وعلى محمد صلى الله عليه وسلم وهاجل المدينة وتوفي بها لنبي صلى الله عليه وسلم بشر الحق ما الحق البشر أن يكون لن أخذ مدينة في مكة يجب أن يكون أخذ من المكة وأعظم الخير الذي دل الأمة عليه والتوحيد ولا شر إلا حذرها منه وأعظم الشر الذي حذر منه الشرك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في فردوس العالم الجنة والله عالم تُرَسَبَ الله سبحانه وتعالى يَعْزَادُكُ سَنْيزَهَمْ يَنُنْ يَيْمَانَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَمْ يَجُرُهُ أَمْ يَوْزِيكُ تُرُشَا